دعا الأمين العام السابق لحلف شمال الأطلس والمستشار الحالي للرئيس الأوكراني أندرس راسموسون الولايات المتحدة إلى تقديم أسلحة نوعية لأوكرانيا وخلال لقائه بوزير الدفاع الأمريكي جيمس ماتيس ناقش راسموسون دورا ناتو في مكافحة لهاب ومحاولات روسيا زعزعة الاستقرار في العالم وعدوانها ضد أوكرانيا من جانبه شدد وزير الدفاع الأمريكي على أن موقف واشنطن تجاه موسكو لم يتغير